اشتركوا في القناة ولقاء جلالته مع أخيه صاحب السموى الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات مثنيا على دور دولة الإمارات على الساحة الإقليمية والدولية وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم فقد هنأ المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية مقدرا عاليا دورهم في رفض مسارات التعليم والارتقاء بمخرجاته بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عقب ذلك استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن آخر مستجدات التوظيف والتدريب لعام 2022 ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي أظهرت انخفاض نسبة البطالة من 7.17% في عام 2021 إلى 5.14% في ديسمبر 2022 ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول آخر مستجدات مشروع الضمان الصحي كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال عام 2022 بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين وقد أظهرت المذكرة مستويات متطورة من الأداء في نظام تواصل حيث تعاملت 53 جهة حكومية مع أكثر من 179.421 مقترحا واستفسارا وشكوى تم الالتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد للرد بنسبة 99.13% وفيما يتعلق بنظام بنايات فقد تم تلقي 2309 طلبات لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة وعلى صعيد نظام سجلات تم تلقي 169.528 طلبا تم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة فيها بنسبة 99% بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة الانضباط الطلبي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن اليوم الدبلوماسي والملتقى الدبلوماسي ونتائج زيارة سعادة وزير العمل الاستطلاعية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج المشاركة في أسبوع أبو ظبيل الاستدامة وزيارة سعادة وزير الشؤون القانونية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 وختام العمليات التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التعدين الدولي اشتركوا في القناة